طيب عايز أرجع لفكرة الزمن نبيهوني لفكرة الاستقرار الإداري لأنه حداك برضو عركت عليها كده في البداية أنه سبب من أسباب نجاح مصر المقصة وصيروا على خطة الأندية الكبيرة سواء داخل مصر أو خارج مصر هو الاستقرار الإداري والفصل بين الإدارة وبين الجهاز الفني أو قطاع الكورة هل ده منهج اللي هو محمد الله عليه السلام أصلا في حياته وفي عمله بالزبط وقال لحدك شايف أنه الرياضة كده فأنا لازم يعني ألعب بأدواتها زي ما بيقول يعني إلى حد كبير أنا دي طبيعتي أنا بتقول حاجة بدي لكل واحد اختصاصاته ما بحبش المركزية لكن بحب أتناقش مع الناس وأسمع رأيها لكن أسيبهم ياخدوا قراراتهم أنا كل واحد تتحمل مسؤوليته أنا مش هقدر أتحمل مسؤوليت الناس كلها يعني فيه مثل إنجليزي بيقول مستر of everything is جون everything is مستر of none يعني مش هقدر أعمل كل حاجة مش هقدر أفهم كل حاجة يعني أنا مقدر شنكر إن فيه بعض التخصصات يفهمها الزملاء أحسن مني حاجة طبيعية وكما حاجة بدي استراتيجي بتبحث عن موارد عن استقرار عن اختيار الناس الأكفاء في أماكنهم ومطورة الفرصة للجميع يعمل يعني بالزبط كلهم في مجال تخصص الجهاز الفني بقى ده قصة تانية وده يعني منعزل تماما عن البقيت وعشان كده أنا كان عجبني فكرة الكابتن إيهاب جلال وتقدير المجلس وحضرك الشخصي ليه ونجاحه الحقيقة وتجربته حصل نوع من الرضا في التخلي عنه للإسماعيلي في هذه الظروف ستل ومحمد في حوار يعني يعني ما حصلش وعلى طالب منه ده ممكن يعمل هزة لكن مصر المقصة يعني ما وقفتش قدام رغبته وفي نفس الوقت العلاقة طيبة مع الإسماعيلي ومساعدته العلاقة طيبة مع الإسماعيلي وإحساسنا بأن النادي الإسماعيلي فيه أزمة بصراحة وأعتقد أن ناس كتير قوي في مصر ما هماش إسماعال لبوية وما هماش يعني ناس أهل لبوية وناس زمال كبوية مقصة وية يحبوا يساعدوا الإسماعيلي في كبويته دي لغاية ما يخرج لأن الإسماعيلي قيمة وعايز أقول لحدك ده نهج نادي الأهلي والكبوية الخطيب وكان يعني يتمنى أن يقدم أي شيء لمساعدة النادي الإسماعيلي بالضبط فالنادي الإسماعيلي من الأندية اللي كنا زمان كلنا كنا بنستمتع دراويش دول حاجة بالكورة بتاعتها متعة برازين مصر فلما يبقى في المركز ده واخد بالك النادي الإسماعيلي هو أول نادي مصري كسب بطورة أفريقية يعني هو أول نادي مصري كسب بطورة أفريقية وده تاريخ بصراحة فيعني كلنا كنا حزنانين على بالرغم أننا وإهاب جلال برضو قلبه متعلق شواه بالإسماعيلي طبعا طبعا هو بيته يعني بيته اللي خرج منه راح ترف وده يحسب لي الحقيقة يعني زي ما بنرفع القبعة تقديرا لمجلس الإدارة والحضارة يعني الحقيقة برضو يحسب بإهاب جلال آه طبعا مش عايزة شكت لأنه مغامرة ومخطرة يعني من الإسماعيلي في ظروف يعني ما أعتقدش أنه حيلاقي صعوبة يعني إن شاء الله ربنا حيساهل هاله لأنه نيته كويسة وبعدين لعيبة اللعيبة اللي موجودين في نادي إسماعيلي اللعيبة كلهم متميزين يعني معظم اللعيبة وعنده في كل المراكز اللعيبين محتاجين يتربته بس ببعض إن شاء الله يعود إلى سلاحة الأولى ويمتعنا يعني ويمتعنا من نادي إسماعيلي طبعا طبعا طبعا